لو مهتم بمجال الربح من الانترنت فلازم تشتغل كفري لانسر والفري لانسر لها مهارات كتير جدا على سبيل المثال التعليق الصوتي ادخال البيانات الجرافيك البرمجة التصوير كتابة المقالات والترجمة الى اخره لكن احنا هنعلمك مهارة قوية وتقدر تستخدمها في مجالات كتير مختلفة ومهارة سهلة مش هتاخد منك وقت كبير علشان تتعلمها بالاضافة ان سعر العشرين ثانية فيها بيكون حوالي خمسة دولار والمهارة دي عليها طلب بشكل كبير المهارة دي هي الويت بورد انيميشن طيب اشمعنا الويت بورد؟ علشان اجاوبك على السؤال ده هنحتاج نعمل جدول ونكتب هنا لو هتستخدم الويت بورد في المجال الطبي وهنكتب هنا لو هتستخدم الويت بورد في مجالات اخرى وطبعا الهدف هيكون في الاتنين هو زيادة الدخل عن طريق تعلم مهارة جديدة تدخلك دخل بالدولار فلو هنبدأ نتكلم عن مميزات استخدام مهارة الويت بورد في المجال الطبي هنقول تقدر تستخدمه لو هتعمل كرصات طبية للمحاضرين والحساب بيكون بالدقيقة او على حسب العمل المتفق عليه كمان ممكن تستخدمه في دعاية طبية لشركات الادوية او للعيادات او للصيدليات او حتى للمستشفيات عن طريق انك بتعرض خدمتهم بطريقة مميزة ممكن كمان تعمل بيه شرح لمنتج جديد وده بيفيد مندوب الدعاية كمان ممكن تعمل بيه ابحاث او مشاريع للتخرج وده بيفيد الطلاب جدا او ممكن لو حضرتك شاطر في الشرح ممكن تعمل كرص خاص بنفسك وتبيعه لطلاب الجامعات او ممكن تنشره على منصات زي منصة يودمي او منصة ادرينالين طيب لو مش عاوز تستخدم الوايد بورد في المجال الطبي المجالات الاخرى اللي ممكن تستخدمه فيها ممكن تعمل دعاية لشركات او محلات تجارية او حتى اعلان لمنتجات معينة ممكن كمان تعمل تقارير العمل للشركات او للمؤسسات الكبيرة وده حاليا اصبح مطلوب بدلا من التقارير المكتوبة ممكن تعمل فيديوهات بطريقة الوايد بورد لصناع المحتوى سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او الانستجرام او سناب شات الى اخره ممكن تتعاقد مع مدرسين او محاضرين في عمل كرصتهم بطريقة الوايد بورد خصوصا ان الطريقة دي فعالة جدا واثبتت كفائتها في وصول المعلومة للطالب ممكن كمان تعمل ابحاث او مشاريع للتخرج سواء للمجالات الطبية او حتى غير الطبية فعلشان كده احنا اخترنا مهارة الوايد بورد علشان لها استخدامات كتير جدا ومطلوبة بشكل كبير سواء هتستخدمه وتسوق به لشغلك الخاص او حتى هتسوق به لغيرك طيب علشان تعمل شغل احترافي وتقدر تحدد المبلغ اللي انت عاوزه لازم يكون شغلك مميز فاحنا ان شاء الله هنقدم لك كل المهارات وبرامج اللي انت محتاجها علشان تقدر تعمل فيديو زي ده بالضبط بداية بقى من تسجيل الصوت ويه البرامج اللي بنسجل بيها ويه البرامج اللي هذبط بيها الصورة علشان تبقى مناسبة للفيديو ويه الصياغ اللي بنستخدمها ويه المواقع اللي بنجيب منها الصور دي وازاي بعد ما تعمل الفيديو تقدر تربط الصوت بالصورة وازاي تضيف مؤثرات صوتية او موسيقى للفيديو بتاعك ولو عاوز تضيف انترو مقدما للفيديو بتاعك كمان هنعلمك ازاي تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي في شغل الويت بورد طيب ايه البرامج اللي هنشرحها في الكورس ده علشان تقدر تقدم محتوى احترافي اول حاجة برنامج الفيديو سكرايب وبرنامج الانك سكيب علشان تعمل الاسهم والرسومات وتخلي الصور تترسم باليد بالشكل ده وبرنامج الفوتوشوب وبرنامج كامتازيا للمنتاج وبرنامج audacity للهندسة صوتية وبرنامج فورمات فاكتوري وده هيفيدنا جدا في تحويل صياغ الصوت والصورة علشان يبقى مناسب للفيديو بتاعنا طيب الكورس ده هيبقى مدته قد ايه هيبقى حوالي اربع ساعات وكمان الشرح هيكون مسجل يعني هيفضل معاك مدى الحياة علشان تقدر ترجع له في اي وقت وهيكون معاك مشرف لمدة شهر في حالة لو في مشكلة وجهتك هيساعدك فيها وهيكون في جروب على التليجرام للمتابعة والدعم الفني على مدار اليوم لتفاصيل اكتر سيب تعليق ونتواصل معاك